بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان نهايات الدوال الجيبية المركبة رقم ثلاثة إذن لننطلق على بركة الله لاحظ السؤال ماذا قال؟ قال أحسب نهايات التالية عندنا العبارة رقم واحد والعبارة رقم اثنان أولا ما معنى كلمة المركبة نحن نعلم أن إذا قلنا أن F هذه F دالة تساين مثلا V تركيب E ما المقصود بذلك؟ ما المقصود أن هذه الدالة E تكون في بطن هذه الدالة V يعني هذه إذا سميناها بنت وهذه نسميها أم يعني التوضيح وهذه يمكن أن نقولها حتى إنها جدة يعني بهذا المصطلح أبناء لتقريب المعطيات ماذا تقول القاعدة لحساب نهاية الدالة مركبة؟ أعطيكم هذا التعريف الموجود في الكتاب المتاسيقة نهاية الدالة مركبة ركزوا هنا أرجوكم قال A B و C تمثل أعداد حقيقية أو يعني إما هذه A والB والC أعداد حقيقية أو يوجد أعداد لكن ليس حقية وهي النقص مال نهاية والزائد مال لأنه ليست أعداد حقيقية لأن المجال عند النقص مال نهاية والزائد مال كيف يكون لاحظ يكون مفتوح لهذا لا نقول عليهم أنهم أعداد حقيقية U, V و F دوال حيث F تساوي لنا V تركيب E يعني هذه في بطن هذه ونقول دائما F إذا قلنا أن F تساوي لنا V تركيب E هذا لا يساوي أبناء U تركيب V هذه إحذاروا منها لأن التركيب مثل ما نقول البنت في بطن الأم ليس الأم في بطن البنت مستحيل هذا الأمور تتساوي مع بعضها الباب لاحظوا قال أبنائي إذا كانت نهاية إذا كانت نهاية البنت اللي هي هاية لمت إي لإكس لما إكس يقول إلى A مثل مثالنا هذا مثلا يقول للم لا نهاية تساوي لنا B ركزوا معي ثم نتحدث عن الأمثلة وماذا وإذا كانت نهاية الأم اللي هي ال V لاحظوا ماذا تساوي لنا إذا كان لاحظوا هنا ماذا وجدنا وجدنا أبناء ال B ال B هو الذي يصبح يقول إليه ال X انظروا جيدا حتى يعطي لنا نهاية اسمها C فإن كعملية نهائية لتلك النهاية أن نهاية هذه الجدة اللي هي F لما إكس يقول إلى A يعني مثل ما تقول هذه يساوي لنا الس سوف أريكم ذلك عبر هذا المثال قلت سميناها الدواء المركبة الآن يقول أحدكم أظهر لنا هذه الدواء المركبة هنا يا أستاذ سوف أريكم يا أبناء لاحظوا إلى المثال الأول ها هو أمكم انظروا إذا سمينا هذه كليا هذه سميناها F لإكس يعني أين هي البنت الكل ها هي البنت انظروا في بطن الكوس ها هي البنت فنقول X بحيث هذه معناها رمزة دالة الدالة هي ما هي هي X زائد أربعة على X مربعة ناقص ثلاثة هذه الدالة E يعني عبارتها يمكن أن نكتب كذلك أن عبارة الدالة E هي E لإكس تساوي لنا هذه برمز الدالة وهذه برمز العبارة هتتفهموا يا أبنائي كلاهما كتابة صحيحة التي تساوي لنا كم X زائد أربعة على X مربع ناقص ثلاثة وعندنا الدالة الأخرى التي هي هنا في الخارج ها هي الدالة الدالة V الدالة V ها هي الدالة V التي عبارتها هي cos X يعني كليا هذه يمكن أن نقول أنها X يعني هتتفهموا التركيب يعني شيء في بطن الآخر إذن حيث هنا V لإكس تساوي لنا ماذا cos X انظروا جيدا الآن ماذا تقول القائدة تقول علينا أن نحسي نحسيب النهاية العبارة للبنت تعالوا نحسيبها نركزوا فنقول limit إلي X اللي هي البنت لما X ها هو أين يقول انظروا جيدا ها هو الذي أعطي لنا يقول إلى زائد ما لا نهاية تساوي limit X زائد أربعة على X مربع ناقص ثلاثة أبنائي لما X ما زال يقول إلى زائد مالا نهاية تساوي نحن نعلم نهاية الدلة الناطقة عند المالا نهاية عند المالا نهاية يعني النقص من زائد مالا نهاية تقول أكبر حد على أكبر حد يعني تصبح لنا limit أكبر حد أكبر حد وفي المقام هو مربع ما زال X يقول إلى الزائد مالا نهاية تساوي نختزل من هنا X ومن هنا X وتصبح لنا ماذا تصبح لنا limit يقول أحدكم كيف اختزلت لأن X على X في X نختزل من هنا واحد ومن هنا واحد في البسط يبقى لنا العدد واحد ليس الصفر تبقى لنا واحد على X لما X يقول يقول إلى زائد مالا نهاية وهذه مشهورة أن واحد على مالا نهاية يعطينا الصفر الآن البنت أين وجدنا نهايتها وجدناها الصفر ركزوا معي قلت نهاية البنت وجدناها صفر الآن تصبح كذا ركزوا إذن نهاية هذه البنت صفر فتصبح لنا هكذا limit الم limit V X لما X تابعوا لا نقول يقول إلى زائد مالا هو ما يقول إلى هذه القيمة التي أعطتها لنا البنت لي زائد صفر وتسوي لنا ماذا وتسوي لنا انظروا جيدا cos X لأن الفيل X ها هي لما X قلت الذي أعطت لنا البنت هو الذي يقول إله X تصبح لنا هكذا وتصبح لنا cos الصفر وcos الصفر لو تجعلها بالآلة الحاسبة سوف تعطيك واحد ها قد وجدنا نهاية إذن بما أن وجدنا النهاية هذه واحد نكتبها هنا تسوي لنا واحد انظروا التعريف إذا كان X يقول إلى A فإن وجدنا B الB ها هو أمامكم وهو الصفر فإن نهاية تلك البنت الأم ها هي أمامكم تصبح X يقول إلى ماذا إلى ما وجدت هذا وهو الصفر ثم لما وجدنا وجدنا الواحد ثم نعود إلى التعريف لمت الكل وهي لمت هذه العبارة كم وجدناها وجدناها كم وجدناها واحد إذن ها هو ويقول إليه الواحد حتى تفهم التركيب الآن بعدما أكملنا مع هذا المثال أبنائي سوف نأتي إلى المثال الثاني الآن أظن أن الفكرة قد وصلت إلى أذهانكم ما علينا الآن إلا إكمال المثال الثاني بأبسط طريقة أظن الآن قد فهمتم الفكرة كيف نعمل الكل هنا أمامكم يظهر ما هي تركيب الدول أكيد عندنا الدلة U بعبارتها ما هي هي العبارة التي توجد هنا في البطن يعني تصبح لنا هي P X ناقص 1 على 2 X V V X عفوا عفوا أعتذر V X تساوي لنا ها هي أبنائي حنر جيدا لأن هذا الكل في بطنها يصبح كم يصبح COS X أعطيكم مثال آخر لو أعطيت لنا عبارة وقال Limit مثلا الجذر 2 على X زائد 1 هنا كذلك يوجد تركيب ها هي دال U وها هي دال V هي V تساوي جذر X حتى تفهم أبنائي تصبح لنا الآن نحسب كل نهاية لحظة تصبح Limit P P X ناقص 1 على 2 X لما X يقول قلنا إلى ماذا ها هو أين يقول ها هو أين يقول هو إلى زائد مالا نهاية بما أن هذا لنطق أكبر حد على أكبر حد أكبر على أكبر على 2 X لما X ما زال يقول إلى زائد مالا لنختزل من هنا ومن هنا فتصبح لنا P على 2 2 90 هذا الشيء الذي وجدناه هو الذي يصبح يقول إليه X هذه العبارة ها هي أمامكم انظروا كأنما ها هو البي حتى تفهموا أبني هذا البي هو الذي تصبح تقول إليه V إذن تصبح لنا هكذا Limit V لX لما X يقول إلى ماذا لا تقول إلى الزائد مالا يعني لا يأبني يقول إلى P على 2 تصبح تساوي لنا Limit ماذا Limit Cos P Cos X لما X يقول إلى P على 2 وتساوي لنا Cos P على 2 لا تجعلوها بالآلة الحاسبة جربوا تسعونا درس سوف تعطيكم صفر هذا الصفر الذي وجدناه هو النتيجة النهائية معناه تعطينا هنا صفر يعني النتيجة النهائية لهذا لهذا التركيب هاتين الدلتين هو ذلك النتيجة التي وجدناها في الأخير هكذا أبني قد تعلمنا الآن كيف يمكن أن نقوم بإنجاز نهاية دوال مركبة وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليصفحة الأستاذ نور الدين كما يوجد كذلك منتدى الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة